وقف قادة العالم في ريفان دقيقة صمت على أرواح ضحايا الإبادة الأرمانية التي شنها الأتراك العثمانيون عام 1915 على الرغم من انتقاضات تركية التي ترفض وصف هذه المجازر بالإبادة وعبر الرئيس الأرماني سيرج سيركيسيان عن شكره للقادة الحاضرين وبينهم الرئيسان الفرنسي والروسي فرانسواء أولاند وفلادمير بوتين الذي وضع أكاليل الورود على نصب الضحايا في تلال لئي ريفان أشكر كل الذين أتوا إلى هنا للتأكيد مرة أخرى الالتزام بالقيام الإنسانية وحتى بعد مرور مئة عام سنتذكر دائما ما حصل ولن ننسى من جانبه يرفض الرئيس التركي وصف المجازر بالإبادة مشيرا إلى أنهم قضوا نتيجة الجوع في المعارك التي ساندوا فيها روسيا لا يوجد مكان في الديمقراطيات ولا في القانون لتقبل المزاعم الأرمانية كحقيقة وإلغاء آراء أخرى مختلفة اليوم لا توجد لدينا أي مشاكل مع الجمهور الأرمني تماما مثل يوم أمس مشكلتنا مع الحركة الأرمينية التي تريد استخدام هذه القضية لتحقيق مكاسب سياسية ووصل مئات الآلاف من الأشخاص اليوم إلى يريفان للمشاركة في الاحتفال وستقام أيضا احتفالات تذكارية يحييها عدد كبير من الجاليات الأرمينية من لوس أنجليس إلى ستوكهولم مرورا بباريس فبيروت ترجمة نانسي قنقر